برحب بكم أعزائي المشاهدين والقاء جديد وأحلام مواطن بأبي أنت وأمي يا رسول الله حلقتنا النهاردة من أحلام مواطن حلقة مختلفة جدا أأكد بيها مع أحلام مواطن ومؤسسة سوقيا الماء إن الإعلام دايما على ضوء المستجدات اللي موجودة على الساحة العالمية أو حديث الإنسانية أو داخليا أو خارجيا دورك كإعلام وبرنامج بيجيلي مرة واحدة في الإسبوع تبقى إيجابي وبتديني رسالة تفرق جدا مع الناس إن هما يسمعوها حتى لو شفتوا معايا على مدار حلقتنا مع أحلام مواطن إن إحنا عمرنا ما كنا بنفكر على ترند أو إن إحنا نعلي نسب مشاهدات في أمور إنسانية وملفات اجتماعية وأمور كلها مساعدات بتشوفوها من خلال البرنامج على مدار السنوات الطويلة اللي كنتوا بتتابعوا فيها برنامج أحلام مواطن فهو ده العنوان اللي إحنا هنشتغل عليه النهاردة في حلقة استثنائية يأكد بيها برنامج أحلام مواطن ومؤسسة سوقيا الماء إن سيدي وسيدك وسيد الخلق سيدنا النبي هيبقى النهاردة كلامنا كله عن فضل سيدنا محمد وعن الهاشتاج اللي تصدر كل مواقع التواصل الاجتماعي اللي أكد في نقطة إيجابية جدا وحاجة عن مستوى الشخصي مخلياني سعيد حتى لو التفاعل وانت قاعد على موبايل ولا على فيسبوك بتقول إلا رسول الله واللهم صل على سيدنا محمد وتغيير صورة البروفايل ده نهيج بقى عن المقاطعات اللي هقولكو تباعا في الحلقة النهاردة إيه اللي حصل أعتقد هي دي الأمور الإيجابية لإعلام بيأكد دايما إن في ملفات ما ينفعش إنها تعد كده ونجي في إطلالة أسبوعية ما نسهبش الحديث فيها بس معمين مع المتخصصين